أفضل بديل لجوجل أدسينس وكمان من غير الدومين مدفوع والإعلانات هتظهر لك بعد التقديم بعشر دقايق بس أهلا بيكو في فيديو جديد على قناة فكريت 72 وده كده الفيديو الثاني من الاستراتيجية اللي احنا لسه بدئنها وهي الربح عن طريق بلوجر فاللي شاف من نقو الجزء الأول أو الفيديو الأول الاستراتيجية دي بدأناها مع بعض عشان نربح من المدونات مجانا والفيديو الأول كان بيتكلم فيه إزاي تعمل بلوجر وإزاي تنصكها وتجيب القالب وهتلاقي الفيديو ده تحت في الوصف وبرده هسيب لكو فيديو تاني كان بيتكلم عنه إزاي تزبط ملفات السايت ماب والروبوت علشان المدونة بتاعتك تتقرشف بطريقة صحيحة ولما بتتقرشف فبتظهر في نتائج البحث وكده زيارات عرفيا وانت نعي والفيديو ده اللي هو برضو الفيديو التالت وهيبقى هبارة عن شرح البديل جوجل عشان نكسب من الإعلانات اللي هتزهر على المدونة تلات فيديوهات دولة اللي أنا لسه أشرحها لكو دلوقتي هي فيديوهات سابقة بمعنى بإذن الله من يوم الأربع أو الخميس هنبدأ نشتغل ونبدأ الاستراتيجيات الربح من بلوجر كل ده احنا بنسخن في الفيديوهات اللي فاتت فلما نيجي نشرح استراتيجية جديدة مش هشرح فيها عشان وقت الفيديو ازاي تعمل المدونة وازاي تدي في الإعلانات وازاي تأرشفها كل ده هسيب لكو كل الفيديوهات دي تحت في الوصف لما نيجي نشرح استراتيجية هنشرحها على طول علشان برضو وقتكو فعلشان كده هتمنى منك اللي انت تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو انت جديد أنا أبراهيم ودي قناة فكرة 72 مهتمية بمجال الربح من الانترنت وبعد ما هتكون عملت لايك للفيديو ده هتلاقي رابط التسجيل في الموقع هتدوس عليه وهيفتح معاك الصفحة بتاعت تسجيل في الموقع ولكن خلينا الأول نشوف الصفحة الرئيسية بتاعتهم او صفحة الهوم بتقول ايه حرفيا ده من افضل البداية لجوجل ادسنس المجانية اللي مش محتاجة دومين ده يعني المدونة اللي انت بتعملها اللي هو دوت بلوجس بوت دوت كوم ده دومين مجاني اغلب بداية جوجل ادسنس بترفضه ولكن الموقع ده بيقبله وهنشوف كل حاجة بالتفصيل دلوقتي والاهم واهم ميزة في الموقع ده اللي هو بيقبل او بيحسبك على مرات الزهور بمعنى بيحسبك ان الشخص شاف الاعلان بغض النظر ده سعى الاعلان ولا لا عكس الموقع التانية اللي لازم الشخص يدوس على الاعلان عشان تبدأ ده ياخد ارباح موقع ده بمجرد بس ما تشوف الاعلان في اي حتة فهيديلك ارباح فعشان ما طولش عليكو كاكده هنشوف المميزات دي بعدين خلينا نسجل على طول هتيجي هنا تكتب الايميل بتاعك وطبعا الايميل يبقى شغال وهتكتب هنا اسمك بالكامل بعد كده اليوزر نيم بعد كده الباسورد هنا الماسنجر او سكاي بي او تليجرام فيسبوك وواتساب مهم يعني دي الوسيلة اللي الموقع هيكلمك فيها لو في اي مشكلة بمجرد ما تحدد مثلا الواتساب بتيجي هنا تكتب رقم تليفونك وتيجي على اخر واحدة فهي دي اللي قدامكو كده وسائل السحب بي بال ويب ماني دونا مسهلين بيتكوين سهلة والترونتي ار سيد اللي هو يو اسدتي يعني عملة مشفرة بس هزيها زي الدولار تقدر تسعبها بمنطقة البساطة فوسائل السحب هنا كتيرة ومتنوعة حلينا نعلم هنا صحة وبعد كده ندوسع كلمة ساين اوب فهيبعد لك رسالة وتأكدها على الجيميل بتاعك وبعد كده يحاولك لصفحة اللوجين علشان تسجل دخول هتيجي هنا تكتب الايميل بتاعك او اسم المستخدم باسورد وبعد كده تدوس على كلمة لوجين وزي انتو ما شايفين هيبقى دا كده الوجهة او الداشبورد بتاعتك او الداشبورد بتاعتك في افضل بديل لجوجل اديسنس في الداشبورد هنا هتلاقي معلومات اللي الموجع والتحديثات بيعملها هتلاقي هنا كل التفاصيل عنها خلينا نخش على الكسم التاني وهي الاحصائيات وهتلاقي هنا الاحصائيات والكليكات وهتعرف كسبت كام بالتفصيل الممل وتقدر تحدد هنا مبارح بس ولا اخر سبعة ايام ولا اخر تلاتين يوم وتقدر تتحكم كامل في التقرير بتاعك زي انتو ما شايفين قدامك عندك هنا الديريكت لينك دا كسه وموال لوحده خالص وده هيبقى ليه شرح بعيد تماما على الاستراتيجية دي وفي جد فلوسه محترمة جدا فهنركنه دلوقتي ونخش عد كده على الكسم التالت او الرابع وهو الويب سايت زي انتو ما شايفين وده كده مكان اللي احنا بنقدر نحط فيه الدومين بتاعنا زي انتو ما شايفين حاطت اكتر من موقعه وكلهم كلها دمونات مجانية وما قابلتش اي مشكلة في الكلام ده واكبر دليل خلينا نعمله دلوقتي وزي انتو ما شايفين دي البلوجر اللي احنا كنا عملناها في الحلقة الاولى اللي هي تجربة فكرة 72 ولو دوسنا العرض المدونة هنلاقي المدونة فاضية تماما فهناخد الرابط بتاعها زي انتو ما شايفين كوبي ونرجع لموقع هندوس على كلمة اد ويب سايت هنحط هنا الويب سايت بتاعنا بس هنشيل الكلام اللي في الاول ده زي انتو ما شايفين برضو الدومين مجاني عندك هنا الاختيار ده بيقولك انت مدونة بتاعتك او موقع بتاعك شغال على ايه او محتوى ايه فعن نفسي هختار اي حاجة دلوقتي علشان احنا كده كده كل ده تجربة وبقى وريكم بديل جوجل ادسنس عندك هنا بيقولك اختار نوع الاعلان اللي انت عايزه بس قبل ده بتيجي هنا بتقفل الاعلانات دي وتقفل الاعلانات دي الاعلانين دولة لازم تقفلهم وبعد كده تختار هنا نوعية الاعلانات اللي انت عايزها سواء بوب اندر ولا دايريكت لينك ولا سوشيال بار ولا البانارات عموما فعن نفسي مثلا نختار البانار ده وبعد كده تدوس على كلمة اد هتسيبه يحمل شوى زي انتو ما شايفين بيقولك استنى الموقع بتاعك بيت راجع وهنبعط لك رسالة على الايميل المسجل لدينا هتدوس على كلمة جوتيت بعد كده هتنزل تحت وتدور على المدونة بتاعتك زي انتم ما شايفين هي دي والحالة بندينج دلوقتي او في المراجعة بالزبط اقل من 10 دقايق وهتلاقي توافق عليها دلوقتي الساعة 12 46 دقيقة فخلينا كده عشان وقت الفيديو مايتولش نشوف القسم اللي بعده هو الخاص بالريفرالز ومن الريفرالز هتقدر تربح من الرابط الاحالة بتاعك تبدأ تنشرون الناس واي حد هيجيلك من خلاله انت هتاخد بونس بعد كده هنا البروفايل بتاعك زي انتم ما شايفين تقدر هنا تعدل اي حاجة انت عايزها وبعد كده نيجي هنا لمعلومات الدفع أو وسائل السحب من الموقع هنا اول حاجة بيقولك الدولة بتاعتك انت قاعد فين فهتقول له مصر او الدولة اللي انت قاعد فيها وبيقولك اختار العملة اللي انت عايزها نختار دولار هنيجي هنا ونختار وسائل السحب اللي احنا عايزينها عندك هنا موقع من اول خمسة دولار زي انتم ما شايفينه بيوصل معاك لعشر تلاف دولار هنا خمسة دولار خمسة دولار وبماني خمسة دولار بيتكوين مية دولار مية بيبال خمسين دولار وبعد كده الترون او اليوز دي تي مية دولار يعني انت تبدأ معاك من خمسة دولار فزي شفنا كده وسائل السحب كتير في الموقع بيتحدد الوسائل اللي انت عايزها وبعد كده تختار فاغلب الناس هتختار البيبال هي احسن حاجة وعندك هنا المدفوعات او البيمنت كده كده لسه مسحبتش منه اي حاجة مجمع فيه 30 دولار فمستنى اول ما اوصل 50 دولار هعمل اثبات السحب بس الموقع ده صادق وبيدفع تلما تشغال شرعي خلنا نرجع تاني الويب سايت وهنلاقي اللي الموقع بتاعنا توافق عليه زي انتما شايفين ما كملناش حتى العشر دقاي الموقع هو هندوس عليه هنلاقي الشفرة الاعلانية اللي احنا اخترناها وانحنا بنضيف الموقع فبتيجي برضو هنا بتدوس على add من هنا وتختار نوع الاعلان التاني اللي انت عايزه مثلا نخليه ده وبعد كده ندوس على كلمة add وبرضو في خلال عشر دقايق هتلاقي توافق عليه واتضاف لك الشفرة الاعلانية التانية فنيجي هنا هنلاقي اللي نوعات الاعلان اللي توافق عليها بنيجي هنا ناخد وندوس على كلمة get code وناخد الشفرة الاعلانية دي copy ونرجع تاني المدونة بتاعتها ودي كده طريقة اضافة الاعلانات في كزا طريقة عن طريق التنسيق ممكن تحطها على طول من غير وجه دماغ هتلاقي في اي قالب في مكان معين للاعلانات بتاع الجوجل adsense زي انتو ما شايفين ممكن تحطها فيها من غير اي مشاكل وتقدر تضيف اداة من هنا وبعد كده تختار html وبعد كده تحط الشفرة الاعلانية اللي احنا واخدينها copy وتكتب هنا مثلا اعلان وبعد كده تدوس على كلمة حفظه هتلاقيه نضاف معانا الاعلان هنا فلو رحنا ودوسنا العرض المدونة هنلاقي مكانه هنا كده كده انت اللي بتحدد المكان بس مش هتلاقي الاعلان ده ليه؟ علشان الاعلان مش بيظهر لصاحب الموقع علشان ما تجلكش مخالفة والحاجات دي ممنوعة طيب انت عايز تتأكد ان فيه اعلانات ولا لا فكل انت بتعمله بتغير الجهاز وبتغير النت يعني في حالتنا فتح من على الكمبيوتر وبستخدم شبكة Wii لو عايز اشوف الاعلان اتأكد ولا لا فبفتحها من على الموبايل واستخدم شبكة تاني مثلا زي اتصالات او فودافون وبلاقي الاعلان فخلنا دلوقت نتأكد وندوس ونروح على المدونة بتاعتنا وزي انتوا ما شايفين هتلاقي الاعلان اهو ظهر معانا بمنتهى البساطة ده ليه علشان احنا غيرنا التليفون وغيرنا الشبكة فممكن دلوقت برضو نديفي الاعلان بطريقة تاني عن طريق المشاركة او المقالة اللي احنا هنكتبها ممكن هي نعمل نكتب اي حاجة وننزل تحت برضو نكتب اي حاجة ونيجي نبدأ نحط اعلان في نص المقالة ندوس ما ساعة 3 وحايد بعد كده نرجع نكمل كتابة المقالة وبعد كده نبوس على 3 وحايد تاني بعد كده بنروح على الالم ومن الالم عرض html بندور على 3 وحايد اللي احنا كتبناهم في نص المقالة وبعد كده نبدأ نحط الشفرة الاعلانية مكانة 3 وحايد فنرجع تاني لموقع ناخد كوبي ارجع هنا حطها هنا بيست نرجع تاني لموقع ونشوف الشفرة التانية اللي هي في المراجعة خلصت ولا لا زي انتم ما شايفين خلصت فبناخد الشفرة من جيت كود من هنا ناخدها كوبي نرجع تاني لمقالة بتاعتنا ندور على 3 وحايد التانيين ونحط الشفرة التانية زي انتم ما شايفين كده ندوس نشر تأكيد فلو دوسنا على كلمة عرض المقالة هنروح مش نلاقي الاعلان ده ليه علشي احنا فاتحين من نفس الجهاز فلو فتحنا من جهاز تاني زي ما هنشوف دلوقتي زي انتم ما شايفين الاعلان الاول والتاني ظهر معانا بمنتهى البساطة فكده دي حاجة كويسة وزي انتم ما شايفين سجلنا حسف الموقع وحطينا رابط مدونة وتقابلت والاعلانات نزلت كل ده ما كمناش 10 دقايق بس فزي انتم ما شايفين هكده الفيديو خلص فاتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة بجد الفترة دي اذا انتم ما شايفين المشاهدات واقعة جدا كل ده ليه علشان ما فيش تفاعل على الفيديو فبجد انتم وصلت للحتة دي فاتمنى تعمل لايك للفيديو ده وتكتب لي تعليق تحت في التعليقات وكل ما شوف تشجيع اكتر هبدأ هنزللكو في الاستراتيجية اسرع واسرع فسلام